السلام عليكم خوتي اخوتيتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم اخبار بلادي هجوم شارس وقادر ايضا من اسبانيا على الجزائر اسبانيا الاراية تقول بالجزائر ستصبح بؤرة للارهاب وستنتجر الى اوروبا احنا اعطيكم رد الجزائر بهذا الخصوص ايضا الامور اللي فجأتني هالأيام خوتي هي انه مباشرة بعد خطاب الرئيس عبد المجيد تابون حول دعمه لغزة وارسال الجيش الى غزة الدول العربية هبلت يعني الاسف حتى الدول اللي تحب الجزائر وبدوا يقولوا بلي اه رايزي دعني هالتبون وراه يطبل وهذا الكلام زائد ولكن في الحقيقة هو كلام عادي جدا الناس خرجتوا على استياق تاعه ايضا اتضح انه نابع من الغيرة احشاركم معكم التفاصيل يعني اعلى هالدول العربية غارت من الجزائر وزحفتنا للجزائر قلت ذلك نبعث الجيش الى غزة ايضا يبدو انه مصر الان مقدرش تتصدى الاسرائيل واسرائيل يمسيطر على محبر رفح دون ارادة مصر وايضا دون رفع اي سلاح ولا رصاصة خرجت من مصر احنا شرحوكم خوتي من الذي يسيطر الان على مخزون الغاز في العالم باكمله كثير من الناس رمطيحين بالجزائر ولكن لا يعلمون الحقيقة الكاملة وكما العادة خوتي عادنا لكم المزيد من المواضع والاخبار اللي رح نشاركوها معاكم قبل ما نبدو في التفاصيل ما تنسى وش خوتي ارجوكم تكليكونا على زر اللايك تشتركونا خوتي في القناة تفعلوا الجرس الامور هذي كلها رح تدعمنا نتصدى والحملات السينية شكرا خوتي بلما نطولع لكم يلا لتفاصيل الاخبار انا خوتي خاني نشاركو معاكم هذا الخبر الجميل جدا شركة VMS لصناعة الدراجات النارية في الجزائر تعطي الى الناشط الجزائري فؤاد مالي يعني صاحب مبادرة خضرة بإذن الله كما رحكم تشوفوا دراجة نارية هذه الدراجة النارية رح تساعدوا كثيرا في أعماده من أجل غرس الأسجار في الجزائر خوتي اظن انه هذا الشخص قام بتحفيز غرس الملايين من الأسجار في الجزائر حرفيا والله العظيم الكثير من الناس شفوه بدأ بغرس وقائك يشوفوا الفيديوهات تتاعه ايه غرس في الأشجار انا خوتي هذا الشخص قدر يغير حتى طريقة بناء البونة التحتية في الجزائر نعم خوتي فمثلا هذا لتراتوار كان ينصح بهم لأنهم سهلين بش يتقلعوا لتجي تبني شجرة ولا تجي تدير أي حاجة والآن رح يتم تبني هذا النعمة لتراتوار في كامل الجزائر شفناها في ولايات مختلفة بفضل تدخل الناشط الجزائري فؤاد فنشكروه على هذا الأمر وهذه خوتي من التهيئة في تاجننت والناس أيضا كلها ريفا حانة بهذا النوع من البلاط لأنه أولا جميل جدا ما يبانش حجم لي كيديا تبان حاجة شبه ثانيا سهل أنه تنحيه مثلا هل يكون هناك مشروع ربط بالكهرباء ما كانت تقلعوا الدنيا وتكسر يعني تقدر تنحيه تدير السوال ها كنت عاودة ترجعوا يبان جديد كلي عمرك ما مسته ثانيا حاجة اللي كدنزح في الجزائريين هي غرس النخيل قد تقول لك يهدينا ربي في الشامل الجزائري يكمنش صحرة غرس النخيل ما يفيدش هذه المناطق ما غوش مثمر وثانيك ما يديرش الظل خاصنا نغرسوا الأسجار اللي تورق ولي تبعث بالبرق تحها تموش رأيكم أخوتي في هذا الموضوع آخرنا نروحوا للموضوع الأخرى مباشرة بعد خروج رئيس عبد المجيد تبون بتصريحاته نالي قالهم بلي والله العظيم غير الجيش الجزائري راح جهز وراه وجد الآن بش يدخل إلى غزة كثير من العرب هبلوا وبدوا يقطعوا في شعرهم بتاعه عليها الرأي يستبون يقول كي ما هاك عليها راي يغلي علينا في الشربة راي يبينا باللي احنا ما نسواوش وهو زي ما بعده مطرق اندخل الجيش يعني حاك ذا بنت لي أنا أخوتي لأنه الضرب الأول هذا العرب كانوا يشكروا في الجزائر لكن وراعه مباشرة داروا عليها نحن نرى كيف هنالك ازدواجية في المعايير فمثلا على حسب أحد المشاورات الاشتاءة رائعة يهلل لمساعدة الإمارات السعودية ويذم مساعدة الجزائر يصفق لتصريحات أردوغان الاستعراضية ويهاجم تصريحة رئيس تبون المناصر للحق المدعومة بالأفعال يمد ألف عذرا لإيران التي ضرب عمقها ويضغطون على الجزائر للتهور خارج حدودها رغم ابتلاكها أوراقة تغني عن ذلك يا أخوتي خالي نوريكم الفيديوهات للعرب ما زعفوش نغي شافوهم هاوليكم الخبار اللي الرئيس التركي أردوغان هدد تركيا بأنه سيتدخل عسكريا ويغزو إسرائيل يعني الجزائر حتى مدر تهديد مثل هذا أردوغان يهدد هل تغزو تركيا إسرائيل أردوغان هنا قال لهم بللي كما كنا قادرين نغزو سوريا ونضدموا بالجيش تانا فيها لقدروا سهلة وبسهولة نضدموا على إسرائيل ونغزو الجيش رئيس تبون ما قلش كما هك قال بللي الجزائر هي جاهزة من أجله وللجيش الجزائر راه جاهز بش يدخل الغزة ونقدر في عشرين يبن بنو ثلاث مستشفيات ونراها التهديد هنا هنا خوتي تحس بللي هاد الدول العربية كلهم رميحوا في إسرائيل لأنهم نضروا من كلام رئيس تبون فشوفوا الضربة الأول كيف هتعاملوا مع الخبر اللي كان يقول بللي الجزائر تدعم لبنان نوريكم صحفي واحد عنده موقفين سبحان الله شوفوا دولة لبنان يا حضرات ما فيهاش كهربا أين العرب رحت الجزائر على طول طالع ما تأخرجش هاي يقول هنا زماء أين العرب والجزائر وحدها خرجت يعني هذي جريدة بلومبرج وهي أحد أكبر الجرائد المختصة في الطاقة ورأيها ظل لهم شايتقول هذي الجريدة خاصي كان الجزائر تزود لبنان بالوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء الله هو أنتوا سكتوا عن غزة والمدابح هتسكتوا عن مدبعة لبنان هناما الجزائر بصراحة تحية للجزائر حكومة وشعب لأنه تشوف الجزائر فين لبنان فين ما أنت لازم تبص على الخريطة الأول لبنان في شمال أسيا على الباحة متوسط الجزائر ناحية الغرب يعني مصر ليبيا تونس الجزائر يعني بيننا وبين الجزائر ولبنان الله عليك أيوة كده شوف لبنان فين يا حضرات شايفين لبنان فين تصيرا هم بخلو عاد الصحفي كما كتشوف هنا رمعت عارف بلي جزائر دارت حركة كبيرة بدعمها للبنان لكن هل يتخلطهم إسرائيل يتجلبوا ثم ثم هذي غدوة من ذاكة بين الفيديو هذا والفيديو بالتأقبير والفيديو هذا نهار واحد شوف كيف تبدلت خاوتية شوفوا ذلك النباح وبعدين يا سيادة الفريق أول عم يجي التبون ثم تدور على البطالة في في الجزائر إيه رأيك آه يطرع على البطالة يو السلع لا روحك هنا الجزائريين البطالين عندهم من حد البطالة يقدروا يبريكوليوا على روحتهم روح كامل ماليشة ده أنتو من أكبر الدول اللي الشباب بيهاجروا برا كذب؟ ده دول ده الشباب في الجزائر كان أنا محال مصر شب جزائري لأقول خوتي حالة مصر أسوأ في كثير مصر عايشين أسوأ من الهنودة خوتي لو كانت روح تشوفهم كثيرا عايشين ما تأمنوش حياتكم هما في 120 مليون نسهمة مقتضين في بعضهم البعض إثيوبيا ذوك رأي حاقرتهم رأي دلت لهم نهر النيل بلوكيتها لهم يرر إثيوبيا كل جزائر رأي مسحتها من خريطة صاي مش هروح معليش مكلين هاجموا الشعب المصري على جل هذا الصحفي خلي ضغوا نشوفوا عليها رأي زعفان عليها رأي يهاجم الجزائر في ميسكم ده دول ده الشباب في الجزائر كان محال مصر شاب الجزائري لأولاق فرصة يفل لا يفل فسيبك من غزة خليك في الشأن الداخلي نهلي عاولي نساعدوا غزة قالوا ايو خليك من الغزة قالت هل بشأن داخلي بصن هلي عاولي نساعدوا لبنان لا الجزائر قوة الجزائر هيلة بصن هلي وليت الأمر متعلق بغزة اخذك من الغزة قالت هب بلادك في بطالة في دينار واقع قدام الدولار ما نحل المسائل دي ليه بندغدغ مسائل الشعوب بقضايا خارجية غزة زي ما قال كده عبو طالب كده ولا مش عارب لغزة رب يحميها كش من هجاحة هذي يا خاتي في الدين هذي حرام نقوله كيمهاك مدام احنا مسلمين الولج بتاعنا قاعد نساعدوا بعضانا ما كجد يتاع رب يحميه سمت تنهر لاخوك يكونوا مريض قدامك ومحتاجه كنت عندك بيش تساعدوا وتقولوا اي اخويا عنده رب يحميه انا يخطيني منه انا يروح نلتها باب روحي اه ري واجعتهم هذي يا خاوتي علي باكم بتذوقن شرح لكم بتذوقن الفهم السايكولوجية عليها راي ظارتهم لانه هذا خاوتي لانه هذا خاوتي امنول عليهم اسرائيل مشتري فيه بدراهم ومش ديرت الموسفى رقبتوا بشي هتار كما هك الحاجة اللي راي غريضاته هي انه مصر الان راي مذلولة وذوقت شوفوا علاه يعني المصر راي مذلولة والجزائر راي العكس تماما راي تثبت باللي المصر هي اللي جيتنا حاجرة في الصباط باش نساعدوا في فالسطين غزة تخلى عنها العرب ملت فمن دخل هاش كش منها اخوتي اليمن عمرها متخلت على غزة نزلوا الان يقصفوا في السفن الجزائر الثاني عمرها متخلت على غزة خطرا خطرا يروحوا مجموعة اطباء الى الجزائر عدنا جمعية البركة الجزائرية ناشطة ثمك وكالصح لو كان مصر تفتح الحدود والله العظيم غير راي تشوف مئات الاطباء من الجزائريين يتوجهون الى غزة ورح تشوف ايضا الجيش الجزائري يدخلوا يبني مستشفيات ثمك مكيش كعمل هذي تع العرب تخلى وعنا غزة ايه العرب الاخرين بصع الجزائر اليمن هذا ما عندهش المشهر يرفع قاله ايش بقى فكل واحد داخل ببؤين واننا غزة واننا جاهزون بس والنبي السيسي يفتح لها الحدود السيسي مقدرش يفتح باب بيتهم الا بامر اسرائيل اهنا راي بدي قيسها ما فهمش عن هذي حلم الجزائر السيسي صح ميقدرش يفتح حدود خوتي ونقولكم مالاه لانه الان مصر كم رايكو تشوفوا قالك بيان مصري عاجل وغاضب بشأن اسرائيل لا صحة تالي معلومات اسرائيلية بشأن موافقة مصر على بقاء الجيش في فلادالفيا يعني محور فلادالفيا محور فلادالفيا خوتي هو الخط اللي جاي في معبر رفح يعني بين مصر وبين غزة هذك رام سيطر عليه اسرائيل قالك مصر الان راي متمسكة بانسحاب الجيش الاسرائيلي بالكامل من هذا المنطقة كما قلتكم الجنود تعصها ينجوا وسيطروا على ذاك المعبر ومصر لم تحرك ولا رصاصة واحدة بساعلها زعفين كما هكا خوتي مصر وش راح تنظر مصر كانت عندها مهمة واحدة فقط تسيطر على ذاك المعبر وتخلي المساعدة تدخل منها بشأن لانه ذاك المعبر يخصها هي لم يستطرر منها هذه د barriers ولحظة من لان جزائر من قبلfully ان تصف ذلك لنطقت premق punkt هو شهر التحركة الان كما تم Marin الجزائر قالت وكان مصر الدخل المساعدات المساعدات لأنه ليس ميسر فقط من كليتها وبدأت تعيط الجزائر وظكاس عمره يتبين بلي تتعام فلسطين تروح تلتها ببلادها شوفوا عليها خاوتي هذ البيانات خاوتي اللي رام يستخروا الان من الرئيس عد المجيد تبون يقول بلي آه الجزائر فيها غالهضرة كلهم تحت كرعين أمريكا فمثلا تركيا عندها خمس قواعد أمريكية في بلادها سوريا عندها واحدة عفوا أخوتي يعني هذه خمسة أضربها في ألف يعني خمسة لاف جندي أمريكي في تركيا سوريا عندها تسعمية جندي أمريكي زيد الأردن عندها ثلثة لاف العراق ستة لاف جندي أمريكي الكويت تلتاشن ألف البحرين سبعة لاف قطر تلتاشن ألف زيدوا الإمارات خمسة لاف عمان ستمية جندي سعودية ثلثة لاف جندي كم راكم تشوفوا الجنود الأمريكيين الآن رام متوقعين وكرعينهم رام في كامل هذة الدول العربية كان دولة واحدة فقط ما عندها جنود الأجانب لا أمريكا ولا روسيا وهي الجزائر وكان واحدة القصة خاطئة شابة بزيف فيها الكثير من الموعظة وتقدر تحط الجزائر فيها القصة أسمع شايد قل ذا القصة دخل جنود قرية واغتصبوا كل نسائها إلا واحدة من النساء قاومت الجندي وقتلته وقطعت رأسه وبعد أن أنهى الجنود مهمتهم ورجعوا لثكاناتهم ومعسكراتهم خرجت كل النساء من بيوتهن يلمل من ملابسهن الممزقة ويبكين بحرقة إلا هي خرجت من بيتها وجاءت حاملة رأس الجندي بين يديها وكل نظراتها عزة نفسه واحتقار للأخريات وقالت هل كنتم تظنون أتركه يغتصبوني دون أن أقتله أو يقتلوني فنظرت نساء القرية لبعضهن البعض وقررنا أنه يجب قتلها حتى لا تتعالى عليهن بشرفها ولكي لا يسألهم أزواجهم عندما يعودون من العمل لما لم تقاوموا مثلها فهجموا عليها على حين غفلة وحاولوا قتلها حاولوا قتل الشرف ليحيا العار والحديث القياس الجزائر نعم خوتي هل يكون هذا الدول العربية الآن مقدرش تساعد فلسطين ومقدرش تساعد غزة دوي هاجم الجزائر لأنها هي الوحيدة لما خافتش تهضر تبعث مساعدة شبه رهيب بين القيصة هذه وبين ما نراه الآن من العرب لما عافست عليهم أمريكا كلهم ساكتين لك لما تكلم ترامب في حمل انتخابي عن توسيع إسرائيل لأنها صغيرة بمعنى حذف غزة ثم الزحف نحو الأراضي العربية الأخرى المجاورة لم يتجرأ أحد على فتح فمه ولو بكلمة هاكم شايفين خافتين هاللي قلهم ترامب بللي آه إسرائيل صغيرة لازم نكبروها العرب قاعد بلعوا فمتهم لعلا بينما شبلي رأي جاي لي عليا بينهم بل رأي جاي ليهم سحسكتو قل لك ولما تكلم رئيس الجزائر تبون على مساعدة غزة العزة ببناء ثلاث مستشفيات بارك مشي قل ندخل الجيش عن طريق الجيش لو تفتح ميصر فقط الحدود خارج لنا سابعين كلبا للنباح تماش رأيكم خافتي في هالأمر أخيرا في الأخبار يعني سيت أحد أهم بالأخبار في هذا الفيديو إسبانيا الآن رأي تشارشي للجزائر في الحقيقة خارجة حاوزت كثير من المواقع قيت صحفي واحد تكتب على هذا الموضوع هذا ليس رأي إسبانيا بأكملها ولكن بعض الصحافة والأحزاب الإسبانية تخممكي معك لك الأمن الإسباني يحذر من تحول الجزائر إلى مصدر رئيسي للإرهاب قل والله للأسف هذا النوع من الأخبار رأي متدول بكثرة على مواقع التوصل الاجتماعي فيه الكثير من الكذب لا علاقة الجزائر هي من أأمن الدول في إفريقيا إن لم تكن أأمن دولة في إفريقيا قدرت تقضي على الإرهاب من كل مكان وراهي الآن تطرد في كل المهاجرين الغير شرعيين باش ميكثرش هذا البؤرة تحارب الإرهاب في مالي في النيجر في كل الدولة المجاورة لها ولكن خاطئنا اللي بديت نحوس على هذا الأخبار قلت هم تصير متكونش إسبانيا هي اللي كتباته أو بديت نحوس قيد بلي صح مشي إسبانيا اللي نشرت هذا النوع من الأخبار ولا حتى صحفيين للإسبانيين وإنما صحفي المراركة والصحيفة الرئيسية اللي نشرت هذا الخبر هي هذه طنجة ومدير زي ما كشغل هكذا واحد لبسه هذه اللبسة على الجنود الكوفية الفلسطينية يعني بالنسبة للمراركة كما علباكم المقاومة في فلسطين الإرهاب يعني وتتحدث على الموضوع الأمن الإسباني يحذر من تحول الجزائر إلى مصدر رئيسي للإرهاب زيتك تحوس في المواقع تجد فقط المواقع الإسبانية اللي تحدثت على هذا الموضوع عندك هذه بريس بي هي أيضا صحيفة مروقية صحيفة تهتي طنجة 24 ثانيك مروقية ميدليست آي أونلاين مروقية ثم أخوتي يشارككم في هذا الأمر هل هو محاولة لتأزيم العلاقات أكثر بين الجزائر وإسبانيا قبرونا لكم في التعليقات كما راكم تشوفوا خاوترنا وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى أن أعجبكم هذا الفيديو كان شوي طوي خاوتي وكنت قادرنا نطوله لأنه حتى ما نتطرقنا إلى كامل المواضيع ولكن كان من المهم نتطرق لكل التفاصيل تعوه إذا أجبكم الفيديو هذا خاوتي الله يحفظكم كليك يونا على زر اللايك اشتركونا خاوتي في القناة وفعلوا الجرس الأمر الذي يحتد عامنا شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا على المشاهدة